ترجمة نانسي قنقر وهن أسموه الفائزين متمنيا حظا أوفر لبقية الفرق في الجولات القادمة ومثمنا مشاركتهم في جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلوان في نسخته العشرين وما قدمه من مستوى تلفسي على عالمي أضاف أجواء حماسية في السباق أكد أسموه أن النجاحات التي حققتها مملكة البحرين في تنظيم سباقات جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلوان طوال عشرين عاما يجسد ما يوليه أبناء البحرين من حرص على تحقيق كل ما من شأنه رفو اسم المملكة عاليا في مختلف المحافل ومنها هذا المحفل الدولي إلى جانب اهتمام المملكة الدائم بتعزيز رياضة سباقات السيارات بما يرفض هدف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم رعه الله ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أشار سموه إلى أن مملكة البحرين تحت في هذا العام بمرور عشرين عاما على تنظيم مملكة البحرين لسباقات الفورميلوان منوها بما تمتلكه البحرين اليوم من مقاومات وإمكانات عززت من تنافسيتها في استضافة هذه السباقات وتحقيقها النجاحات لكافة السباقات موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى